احنا عندنا اشكال كتيرة جدا من سلام الخصوصية عشان نقدر نعرف ازاي نقدر نمارس سلام الخصوصية ده اول نوع من انواع سلام الخصوصية خصوصية التصريح والتكتم يعني ايه الكلام ده يعني كل واحد كل الانسان من حقه في العلاقة انه هو يتكتم على امور حابب يحتفظ بها نفسه زي اسراره زي علاقته بربنا انتو مش سمعين حديث رسول الله سلام حتى لا تعلم يمينه حتى لا تعلم شماله وما ان فقط يمينه ازا كان هو نفسه هيخفي ده عن نفسه فازاي يبقى من مقتضيات المحبة ان انا اهدر خصوصية التكتم دي زي زمته المالية على سبيل المثال مش من حق اي حد يعني تبع نفسه انه بحبه لشخص لازم يكشف له عن كل اسراره وتبقى علامة محبته انه قد ايه بقى واقف عاري قدامه ما عندوش اسرار ويبقى هو عارف عنه كل حاجة ولازم كمان نربى اولادنا على القيمة دي قيمة التكتم زي فما فيش اي حاجة تخص الاسرة نقولها للناس لكن اللي احنا شايفينه ده ان يبقى ظاهر مفهوم انا بسميه مفهوم الاسرة شير الاسرة كلها موجودة على السوشيال ميديا ده بيهدر خصوصية الاسرة وبيخلي الاسرة للأسف معرضة لاختار كتيرة ومن اهمها اختار عدم الاحترام النوع التاني من الخصوصية خصوصية اسمها خصوصية الاختيارات في الحياة مهما كانت العلاقات على فكر مهما كانت علاقات قوية وعلاقات متدخلة مش معنى ده ان حق حد انه يتسلط على اختيارات التاني في الحياة حتى من الاباء واولادهم ولا الاولاد عندهم حق في ان هما كمان يجبروا اباؤهم على اختيارات معينة ولا الاباء يعملوا كده مع اولادهم ولا ان هما يفسدلهم تفضلاتهم ويحطوا تفضلاتهم مكان تفضلات اولادهم النوع التالت من الخصوصية خصوصية المسئولية وهو ان الانسان لازم يعتاد على تحمل مسئولية يتحامل مسئولية لازم يعتاد على تحمل مسئوليته ما يتحملش مسئولية مسئولية الاخرين بدل منهم لازم هما يتحملوا مسئوليتهم ولان ده عدم مراعاة الخصوصية دي اللي هي خصوصية المسئولية زي فكرة اني عشان بحب اولادي اقوم بمسئوليات عنهم دي فكرة مفسدة للشخصية بتقتل ثقة الاولاد بنفسهم وبتدوبهم وتخليهم مش قادرين يكونوا بناء قدمين أسوياء لأن مسئوليات أولادنا ده جزء من خصوصيتهم اللي بتساعدهم على نضجهم وتنقلهم في الحياة في مراحل محترمة وباتزان وعندنا حاجات بتأثر على خصوصية المسئولية جدا لما الزوج ما يتحملش المسئولية المادية مثلا ويعتمد في أغلب الأحيين على أهله في الإنفاق فيسمح لهم بالتدخل والتحكم وفرض القرارات والسيطرة في بعض الأحيين وده أظن كلنا مشاهدين إزاي بيفسل العلاقات بشكل كبير ما بين الزوجين